مبادرات المملكة البحرين مبادرات المملكة البحرين فلسطين وحقها المشروع في القيام كدولة عربية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية إن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أكد حرصه في أكثر من محفل على مركزية القضية الفلسطينية وعلى موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقها المشروعة في الأمن والحرية وتغرير المصير تزداد حاجتنا لبلورد موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل كخيار لا بديل عنه إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام وانطلاقا بما قاله جلالته أيده الله جاء إعلان البحرين ليشكل إجماعا عربيا يساند ما تقدم به العاهل المعظم في كلمته من خلال مبادرتين جوهريتين أولهما إصدار دعوة عربية جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإعلان المملكة استعدادها وتشرفها باستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم دعما لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيزا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة استمرارا لنهج المملكة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه وثاني هاتين المبادرتين توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع نظرائهم في دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف وبإجماع عربي على أرض البحرين العربية وبمبادرات تؤكد الحقيقة الجلية بأن فلسطين كانت وسوف تبقى على رأس أجندة المملكة في المحافل العربية والعالمية تتجه الأنظار للمستقبل القريب ففي وقوف العربي صفا واحدا على أرض البحرين تأتي بداية الحلول والانطلاقة المباركة من أجل فلسطين وشعبها الشقيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة